أطراف النزاع الليبي توقع بالأحرف الأولى على اتفاق صخيرات الرامي إلى إيجاد حل سياسي يمكن من الخروج من الأزمة تشهدها ليبيا منذ 2011 الاتفاق وقعته مختلف الأطراف المجتمع في صخيرات بما في ذلك رؤساء الأحزاب السياسية المشاركين في جولة السادسة للمحادثات الليبية المناقضة إشراف الممتل الخاص الأميني العام لأمم المتحدة برنادينو ليو خطوة صغيرة على الدرب ولكنها مهمة ونأمن أن تتبح خطوات أخرى أن يجتمع شام الليبيين أكثر فأكثر وأن نعمل على فك معاناة الشعب الليبي إن شاء الله قريبا لهذا التوقيع اليوم يشكل خطوة أساسية للمرور بليبيا إلى بر الأمان وإلى الانطلاق إن شاء الله لبناء الدولة ولي إنهاء هذه الأزمة التي تعيش بها في لدينا في هذه المرحلة الماضية ونتمنى أن هذه البداية ستأتي وتعيد الأمل للشعب الليبي وتجدر الإشارة لأن المغرب احتضن منذ 5 مارس 2015 محادثات الحوار الليبي التي جرت حتى إشراف الأمم المتحدة بين أطراف الأزمة الليبية وهي برلمان طرابلوس وبرلمان طبرق وبعد المستقلين ترجمة نانسي قنقر